المتخب التونسي والمصري المدرب في المباراة الثالثة وخطة تكتيكية غيرها رجع الأصل تلقينا ثوابت مع عودة الدراجر المدافع الأيمن كذلك وجود بن حميدة كذلك العيفة ومعه مرياح وسط ميدان متكامل فيه الفرجاني الساسي وموجود مع الشعلالي وشوفنا دخول يوسف المساكني وكذلك دخول نعيم سليتي مع الجزيري أعطاوا أكثر المنتخب المنتخب مجمل ثلاثة مباراة أعرف كيفاش في آخر مباراة يفوز على المنتخب الإماراتي ويترشح أمام مباراة صراحة صعبة أمام منتخب العماني ويمكن مع المنتخب المصري شوفنا صراحة الاستقرار في المردود مرشحين الأساسيين منتخب المصري منتخب عنده إمكانيات شوفنا آخر مباراة أمام منتخب جزيري قدم عرض كبير وعرض متميز يأكد أغلبية اللاعبين مولودين من الزمالك والأهلي شوفنا حجازي دور متاعه ورغم الإصابة آخر مباراة شوفنا الحارس الشناوي كذلك عنده عدة لعبين كفتحية عنده عدة لعبين متميزين السولية يأكد الإمكانيات الكبيرة وسط الميدان صراحة أنه دربي عربي أفريقي نجمو نقوله نقدر نقوله لهو دربي عربي أفريقي إلى القرعة أنصفته مترشحوا المنطخب المصري أو المنطخب التونسي يكونوا في مواجهة ثونائية وهذا يأكد الله في رأي شخصي أحسن فرقه فرقة عرب أفريقية نقول المنتخب المغربي المنتخب المصري المنتخب الجزاري والمنتخب التونسي هما الرباعي لترشح لدور ربع نهائي كذلك عمان الأردن ولاعبين كذلك قطر مترشحة للدور موالي يكونوا مواجهة كبيرة في انتظار الدربي دي ما نقول عرب أفريقيا في الترشح ونظل الأولوية في رايف عندهم الإمكانيات المنتخب المصري أو المنتخب التونسي أو المنتخب المغربي باش يمشيوا لدور نصف مهائي يكونوا موجودين بكثافة في ظل وجود أحسن اللاعبين وأحسن البطولات والمردود لقدمه المنتخب المصري صراحة مردود مستقر مردود متميز يحسب للمدرب لعمل شغل شغل كبير صراحة مع المنتخب المصري صراحة نست stitch من البطولات العربية كالبطولة المغربية أو البطولة المصرية أو البطولة التونسية رغم الله أغلب اللاعبين ليونشتوا بالنسبة المنتخب المصري أو المنتخب المغربي هما لاعبين محليين على العكس ممكن المنتخب التونسي فيه عدة لاعبين يشاركوا في البطولات العربية باش تكون صراحة نمو نفسك كبيرة ومعروفة دايما مبارايات تونس ومصر مانا اذا وصلوا إلى الدور نصف مهائي تكون مبارات فرجوية مباراة كبيرة ومباراة يأكد القيمة بتاع البوطولة هدية صراحة كان مستوى متميز تحت تجهيز جيد للبوطولة قبل سنة من كاس العالم شوفنا امكانيات كبيرة برشا ملاعب من اعلى طراز تنظيم ممتاز هي اكد للبوطولات العربية هي الاقوى البوطولات عرب افريقيا هي الاقوى صراحة من ناحية المرضول من ناحية اللاعبين الجاهزين باش ينفسوا على البوطولة متابعين للدوري المصري من الدوري المصري من احسن دوريات صراحة رغم التصنيف الاخير هو الدور الثاني بعد دوري المغربي لكن الدوري المصري فيها عنا 17 لعب ينشطوا في الدوري المصري المشاركات الافريقية خاصة بالنسبة للزمالك والاهلي صراحة بطولة مخترمة بطولة تنافسية والاسماعيلي هو البرازيل كورة القدم نتمنى له السنتين اللي خلانين قاعد يعاني في شوية صعوبات في المبارايات او الترتيب لكن في رأي يقعد نادي الاسماعيلي الاكثر شعبية برازيل كورة ان شاء الله يرجع المستوى المعهور يقدم المردود اللي لازم في رأي يسماعيلي من الفرق في سنوات خلالتك المشاركات افريقية ميزة جداً معروف باللعب الفرجوي والهجومي ان شاء الله يرجع التألق السابق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة